بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان فالعنوان كما سمعتم موقف المسلم من الفتن والفتن جمع فتنة وهي الابتلى والامتحان والله جل وعلا من حكمته أن يجري الفتن على الخلق ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الذي يدعي الإيمان في ظاهره وهو كافر في باطنه من باب الخداع خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أحسب الناس أن يتركوا على قولهم آمنا ولم يظهر الله ما في قلوبهم يقولون آمنا بألسنتهم أمنهم من يقول ذلك معتقداً بقلبه صادقاً في قوله أمنهم من يقول ذلك بلسانه دون قلبه وهو المنافق ولو ترك الناس ولم يفتنوا ولم يمتحنوا إذا التبس المنافق الكاذب بالمؤمن الصادق لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر ولا يعلم ما في البواطن إلا الله سبحانه وتعالى فالله يعلم ما في قلوبهم ولكن الناس لا يعلمون هذا والله يريد أن يبين حقيقة المنافقين ليعرفهم الناس فيحذروا منهم ويتقوا شرهم لأن لا يلتبس هذا بهذا فليعلم أن الله الذين صدقوا وهذا العلم هو علم ظهور وإلا فالله يعلم دائماً وأبداً في الأزل والأبد علمه سبحانه وتعالى دائم ولكنه يريد أن يظهر لعباده من هو الصادق من الكاذب حتى يتميز هذا من هذا وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم والله جل وعلا بيّن في هذه الآية أنه لا يترك الناس على ما هم عليه في الظاهر لأن الظاهر يستوي فيه المؤمن والمنافق أما ما في القلوب فيختلف المؤمن عن المنافق ولا يظهر ما في قلوب المنافقين إلا عند الفتن يظهر ما عند المنافقين عند الفتن يظهر شرهم خذوا مثلاً في غزوة الخندق لما تألّب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمّعوا الجموع وجاءوا وحاصروا المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى المسلمين واستئصالهم وانضمّ إليهم اليهود من داخل المدينة الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كف شرهم وعلى المسالمة مع المسلمين لما جاء الأحزاب خانة اليهود ووقع المسلمون بين عدو داخلي وعدو خارجي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون شوف وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ظهر شرهم والعياذ بالله بينما قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا موقف المنافقين وموقف المؤمنين عند غزوة الأحزاب وهذه مواقفهم عند كل فتنة والعياذ بالله تظهر رؤوسهم ويظهر نفاقهم عند الفتنة ويخرج الله ما في قلوبهم من الغل والحقد والحسد والكذب يظهره الله والمؤمن يزيد إيمانه وصدقه ويقينه ولا يتضعضع هذه سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين أنه يبتلي العباد لأجل أن تظهر هذه النتيجة العظيمة فهذه هي الحكمة من إجراء الله الفتن على المؤمنين هو لا يجريها عليهم بغضاً لهم أو يريد لهم المضرة وإنما يريد أن يتميز عدوهم حتى لا ينخدعوا به ويعرفوه ويخسبوا حسابه هذه حكمة الله عز وجل في إجراء الفتن على عباده المؤمنين وهي حكمة بالغة وهذا يتكرر في كل زمان ومكان كل ما تأتي الفتن ينحاز إليها المنافقون وإلى أهلها وأما المؤمنون فإنهم يصمدون ويثبتون على إيمانهم ولا تزيدهم الفتن إلا قوة في إيمانهم وصدقاً في يقينهم هذه هي الحكمة من إجراء الله الفتن على عباده والفتن أنواع ترجع إلى قسمين ذكرهم الله في كتابه فتنة الشبهات وهذه تكون في العقايد وفتنة الشهوات وهذه تكون في الأخلاق وفي السلوك وفي الفروج والبطون هذه فتنة وفي الأهوى هذه فتنة الشهوات والعياذ بالله وفتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات فتنة الشبهات تتنوع أيضا إلى أنواع تكون في العقيدة فتؤثر على العقيدة قال الله سبحانه وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم هذه فتنة الشهوات خلاق بخلاقهم يعني بنصيبهم من الدنيا بالثروة بالمال بالشهوات في الفروج والبطون في النساء في المال الحرام في جميع أنواع الشهوات في الأهوى في هذه الشهوات الأهوى في القسم الثاني لكن هذه الشهوات في الفروج والبطون تكون في الفروج وفي البطون في الفروج تكون في فتنة النساء وما يتصل بهن وفتنة البطون تكون في شهوات المحرمة من الخمر والربا وغير ذلك من سائل المحرمات التي ترغبها كثير من النفوس هذه الفتنة الشهوات استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا فاستمتعتم بخلاقكم خطاب للحاضرين وقت نزول القرآن والقادمين أيضا تحذير للقادمين استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم تشبه والتشبه آفة وخضتم كالذي خاضوا هذه فتنة الشبهات الخوض في الدين والكلام في الدين بالشبهات والشكوك التشكيكات وطرح الآرى العقلانية التي يعارض بها الدين هذا الخوض خضتم في دينكم كالذي خاضوا من قبلكم هذا يضم فيه التشبه خطر التشبه بالكفار خطر التشبه بالكفار وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون هذه النتيجة للفتنتين لكن فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات نتجة عن فتنة الشبهات المقالات الخبيثة والمذاهب الخبيثة أول ما ظهر منها في الإسلام فتنة القدرية التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وردوا عليها وحذروا منها ثم فتنة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبذرتهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال قائلهم للرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم المال قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل كذا اعدل فإنك لم تعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أسأل الله لا فلما ول هذا الرجل قال الصحابة ألا تأذى لنا يا رسول الله بقتله قال لا يخرج من ضئضي هذا أي من شكله والله أعلم من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تحقرون عبادتكم اجتهدون في العبادة صلون الليل يصومون النهار يقرأون القرآن ويقيمون حروفه ولكنهم يمرقون من الدين بالغلو والعياذ بالله كما يمرق السهم من الرمية وصفهم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وظهر شرهم في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتلهم في النهروان وقتلهم الله على يده رضي الله عنه فكانت مفخرة لأمير المؤمنين وبشارة له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتلهم أنه يحصل على أجر عظيم فكان ذلك على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن لا يزال يخرج منهم في كل وقت قرون ولكن كلما خرج لهم قرن قطع ولله الحمد لكن يستمر خروجه هذه فتنة الخوارج والخوارج يزيدون ويغلون في الدين واعتزلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم واقتصروا على أن يتعلم بعضهم من بعض وهم جهال اقتصروا على فهمهم فاحتقروا الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم هؤلاء هم الخوارج العياذ بالله فتنة الخوارج بعد فتنة القدرية فتنة الخوارج ثم جاءت فتنة الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وينكرون ما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته وما تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعر وغيرهم كلهم يندرجون تحت هذا المبدأ إما أن ينكروا الأسماء والصفات وإما أن ينكروا الصفات ويقرون بالأسماء المجردة وإما أن ينكروا بعض الصفات يقروا بالأسماء وبعض الصفات وينكرون كثيرا من الصفات هذا منبثق من مذهب الجهمية يا ذو بالله أتباع الجهمة بن صفوان ولا تزال مقالاتهم مقالات المعتزلة والأشاعر لا تزال مدونة بل تدرس في كثير من العالم الإسلامي على أنها هي التوحيد وعلى أنها هي العلم هذه فتنة الجهمية ثم جاءت فتنة الشيعة الذين يزعمون أنهم يتشيعون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وينكرون إمامة من قبله من الخلفاء الراشدين وأنهم ظلمة ومقتصبون وأن الخلافة لعلي وأنه هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هذا حب منهم لعلي لا لكن هذه شبهة يريدون أن يركزوا عليها وإلا فعلي أبغض ما عندهم كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضون ومنهم علي رضي الله عنه لكن يريدون أن يكيدوا للإسلام بانتسابهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو منهم بريء كل البراءة هو وأهل البيت الطيبون براء من الشيع لكن فتنتهم نجمت من هذا المبدأ الخبيث هذا من فتنة الشبهات والعياذ بالله هذه الفرق تفرقت إلى فرق كثيرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فتفرقت فرقهم تنوعت مقالاتهم ومذاهبهم هكذا الباطل الباطل يجر إلى الباطل ولا يستقر أهله على مبدأ معين لأنهم ليسوا على هدى إنما يثبت أهل الهدى وأهل الحق هم الذين يثبتون أولهم وآخرهم على جادة واحدة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أما هؤلاء فلا يزالون يتدحرجون من قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهب كل واحد يخترع ويتبعه أناس إلى آخره نسأل الله هذا من الفتن ولهذا حث الله جل وعلا على الاجتماع ونهى عن التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال العلماء تسود وجوه أهل الفرقة تسود وجوه أهل الفرقة وتبيض وجوه أهل السنة يوم القيامة أهل السنة تبيض وجوههم بسأل الله الكريم من فضله وأهل الفرقة والاختلاف تسود وجوههم لأنهم أهل الباطل إذا شاهدوا جزاءهم والعياذ بالله ومصيرهم سودت وجوههم وظهر عليهم السواد الذي يعرفون به بين الخلايط بسأل الله العرب هذه نتيجة اتباع الفتن وعدم الاعتصام بحبل الله جل وعلا والتمسك به أما موقف المسلم من هذه الفتن فيتلخص في ثلاثة أمور فيما يحضرني أمر الأول الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن والسنة وكذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار هليكم بسنة عند الاختلاف فيها العصمة ولله الحمد كما في القرآن واعتصموا بحبل الله فيهم العصمة من الهلاك وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويل فلا نجات عند الفتن لا نجات إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم هذا هو المنهج السليم ولهذا قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وكذلك من سلك سبيلهم من من جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة من أهل العلم والأئمة قل لهم على طريق واحد ولله الحمد فالأمر الأول مما ينجي من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة والأمر الثاني الأمر الثاني بعد الكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين لزوم جماعة المسلمين لا تنفرد عن جماعة المسلمين كن معهم ما داموا موجودين كن معهم ولا يقصدوا بالجماعة الكثرة فقط الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا وإذا حصل الكثرة هو أحسن وزيادة الخير فتلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين لأنها لا تقوم جماعة ولا يتحقق اجتماع إلا إذا كان لهم إمام يقودهم إلى الخير ويقيم فيهم العدل ويحكم فيهم شريعة الله سبحانه وتعالى فلابد من الإمام ضرورة ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة لا تكون الإمامة إلا بالسمع والطاعة فوجود الإمام ضرورة ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم تركوه مسجا عليه الصلاة والسلام وذهبوا يعقدون ويقومون ويقوم بعده فاختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه تمت البيعة ووجد الإمام حينئذ اتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجهزونه ويدفنونه ويدفنونه عليه الصلاة والسلام دل على أن نصب الإمام ضرورة ولا تمضي ولا ساعة بدون إمام لأجل ينحسم الخلاف وتزول الهرقة وينحسم كل من يريد أن يخالف أو يتكلم بعد الكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين الأمر الثالث إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام ولا حول ولا قوة إلا بالله وحصلت الفتن والهرج وليس هناك جماعة للمسلمين ولا إمام فالمخرج أن تعتزل تلك الفرق كلها تبتعد عنها تنحاز عنها ولا تدخل معها وهذا كله جاء في حديث حليفة ابن اليمان رضي الله عنه حيث قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله كنا على جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وذكر ما يحصل من الشرور لكن الخير باقي لكن هناك شرور ودخل فقال يا رسول الله ما تأمرني ندركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك هذا هو المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث الفتن والخلافات والاضطرابات علينا أن نرجع إلى هذه الأصول العظيمة ونتمسك بها ونسير على ضوئها حتى ننجو من الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين هداة مهتدين غير ضالين ولا مظلين نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ما يكفي أنك تعرف الحق لا بد أن تتبعه وإلا كثير يعرفون الحق لكن لا يتبعونه ولا ينتفعون به وإنما يكون حجة عليهم وكذلك لا يكفي أنك تعرف الحق وتتبعه بل لا بد أن تعرف الشر أيضا من أجل أن تجتنبه هذا حذيفة كان يسأل الرسول عن الشر مخافة أن يدركه فالمسلم لا بد أن يتعلم هذه الأمور ولا يستغرب إذا حصل هزات بين المسلمين أو حصل ما حصل هذه سنة الله عز وجل من أول الخليقة إلى آخرها هذه سنة الله ليتميز الصادق المؤمن الثابت من غيره فالسعادة لمن تمسك بدين الله وصبر على الفتن والمحن وتجنبها وتجنب أهلها ولم يخض فيها وإنما يبحث عن النجاة ويبحث عن الخير وأهل الخير ليكون معهم نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجنبنا وإياكم شر الفتن وأن يثبتنا على الحق والسنن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به وأسأل الله عز وجل أن أجعل ذلك في موازين حسناتكم معالي الشيخ الأسئلة كثيرة جدا أعرض على معاليكم ما تيسر منها وأعتذر من الأخوة عن بقية الأسئلة هذا سائل يقول معالي الشيخ ما موقف المسلم من الفتن التي تحصل لإخواننا المسلمين من أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية كما سمعتم ما الموقف واضح ولله الحمد وعليكم أن تناصحوهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولزوم منهج السلف الصالح مهما كلفهم الثمن مهما كلفهم الثمن لا يتضعضع عن دينهم وعن عقيدتهم ولا يساوم على دينهم وما أصابهم في سبيل ذلك فهو في سبيل الله عز وجل مدخر لهم ومكتوب عليهم ومع هذا يسعون عليهم أن يسعوا في سبل النجاة من الفتن مهما أمكن ذلك سبل النجاة من الفتن وتوقيها والابتعاد عنها والنصيحة لمن وقع فيها بذل العلم هذا وقت بذل العلم النافع هذا وقت بذل العلم النافع وهذا وقت نشر عقيدة السلف الصالح هذا وقته لأجل أن يستطيع بها من يريد الله جل وعلا هدايته نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذه أسئلة من الإنترنت هذا أحدها يقول هل يعتبر قتال أهل البدع من الروافض وغيرهم من الجهاد في سبيل الله المعتدي يقاتل المعتدي على المسلمين يقاتل ولو كان مما ينتسبون إلى الإسلام إذا اعتدوا على المسلمين فإنهم يقاتلون حتى يكف شرهم عن المسلمين نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ ما المقصود بجماعة المسلمين وإمامهم جماعة المسلمين الذين على الحق وإمامهم ولي الأمر ولي أمر المسلمين هذا إمام المسلمين ولي أمر المسلمين نعم أحسن الله إليكم معاني الشيخ هل القيام بالمظاهرات والثورات لإسقاط الأنظمة من الحيول الشرعية لرفعة الأمة ونصرتها هذا سبقت الإجابة عليه من أهل العلم من هيئة كبار العلماء ومن العلماء أن المظاهرات لا خير فيها ولا تجر إلا شرا ودمارا وليست هي سبيل استخراج الحقوق ليست هي سبيل استخراج الحقوق بل هي تضيع الحقوق وتزيد الشر جرا نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائم يقول هل يجوز لطالب العلم أن يعطي دروسا لعامة الناس لتصحيح العقيدة ويكون ذلك عن طريق الاستدلال ونقل قوال العلماء المعتبرين ولا يتكلم إلا بما قاله أهل العلم لكن من يضمن أنه يفهم كلام أهل العلم لا يتكلم بهذه الأمور إلا عالم أما طالب العلم الذي يكتصر على نقل الفتاوى هذا ما يكفي لأنه قد لا يفهمها أو يضعها في غير مواضعها فلابد من الرجوع إلى أهل العلم في هذا نعم ثم قال في سؤاله الثاني وهل يكتفى بقراءة الكتب فقط وعدم أو ملازمة العلماء والمشايخ لا هذه ليست طريقة طلب العلم قراءة الكتب مع القراءة على المشايخ أما قراءة الكتب فقط فهذا ضياع وليس طلبا للعلم لأن ما عنده معرفة بما في هذه الكتب وقد يفهم منها خطأا كبيرا ويظن أنها على حق لابد من أخذ العلم عن العلماء المعروفين به لا من المتعالمين أو من الجهال أو من الكتب نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنا أطلب العلم حريص على تحصيلي ولكن أحسن الله إليك أشكو من فتنة الشهوات حيث أني مبتلى بالنظر الحرام والسماع للحرام فماذا تنصحونني بارك الله فيك أن تترك النظر الحرام وأن تترك السماع الحرام وتسمع الخير وتنظر بما فيه الخير والنفع كف بصرك يا أخي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم كف سمعك عن سماع الباطل سماع الله كف سمعك ولا تسمع إلا ما فيه نفع وفيه خير إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وهذا سائل أيضا يقول في ظل هذه الفتن التي تحصل الآن بالمسلمين هل الانضمام للجماعات الآن الموجودة على الساحة كالإخواني والتبليغ يعتبر من النجاة والسلامة أو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في البلد إلا كان المسلمون لهم جماعة ولهم إمام فالتزمهم وكن معهم إذا ما كان لهم إمام ولا جماعة فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الهرق نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا سائل أن يقول كيف يتخلص المسلم من الصفات التي تكون ذميمة فيه مع علمه بذلك يسأل الله الإعانة ويتركها يبتعد عنها وعن أسبابها يبتعد عن الأسباب التي تجرب إليه فساد الصفات أو فساد السلوك يتجنبها ويتجنب أهلها نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما هي أفضل الكتب التي تقي المسلم أو يقرأها المسلم للوقاية من الفتن هذا ما معروف في الصحاح والمسانيد وكتب الحديث ومعروف في العقايد العقايد الصحيحة عقايد أهل السنة والجماعة كل هذا موجود فيها لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى أن تتعلم العلم النافع على أيدي العلمة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا سائل يقول كيف يقي المسلم نفسه من فتنة الشبهات وأيها أخطر عليه في ظل هذه الأزمنة الشبهات أم الشهوات الشبهات أخطر في كل زمان الشبهات أخطر من الشهوات وإن كانت الشهوات خطيرة أيضا لكن الشبهات والعياذ بالله لأنها تمس العقيدة قد يخرج الإنسان من دينه بسببها فهي أخطر وعليه أن يتجنب فتن الشهوات وفتنة الشبهات ويلزم الطريق الصحيح ويكتفي بالحلال عن الحرام نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا هذا سأل من الإنترنت يقول فضيلة الشيخ هل الصوفية يعتبرون شيعة أو هناك تقارب بينهم أم اختلاف أفتونا والله حفظكم يرعاكم لا الشيعة غير غير الرافضة الشيعة فالأصل ليس من الرافضة وليس الصوفية في الأصل ليس من الرافضة إنما هم قوم اجتهدوا في العبادة والزهد هذا في أول الأمر ثم تدرج بهم الشيطان حتى آل آخرهم أو كثير منهم إلى الضلال والانحراف والخروج عن الدين بسبب تدرج الشيطان بهم لأنهم تركوا الحق من الأول ما اكتفوا بالعبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما اشتدوا وخرجوا بالزهد وأنواع العبادة والتقشف وغير ذلك فآل بهم الأمر وهكذا من خرج عن الحق فإنه يبتلى بالباطل نعم أحسن الله ليكم وجزاكم الله خير سماحة الشيخ هذا سائل يقول لا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك نعم هذا من اتكاب أخذ الضررين لا شك إن ضرب الظهر والجلد وأخذ المال هذا ضرر ولكن الخروج ومعصية ولي الأمر ما يترتب عليها أشد من صبره على ظلمه إياه نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معادي الشيخ هذا سائل يكون كيف يستطيع طالب العلم ومبتدئ أن يواضب على حضور دروس شيخ من المشايخ يشرح له من كتب المتقدمين والله يحفظكم ويرعاكم هذا راجع له راجع إلى ظروفه لكن يحاول ويحرص يحاول ويحرص على أن يحضر دروس المشايخ أو ما تيسر منها يحرص على هذا يجعل له وقت من الأوقات أو أيام أو أشهر من السنة يتفرغ فيها لحضور دروس المشايخ ما هو دائما يلازمهم هذا ما هو حاصل حصله طيب لكن ما يحصل لكن يفرغ من وقته ومن أحواله ما يربطه بدروس المشايخ مهما أمكن والقليل من الخير مع الإخلاص يزيد وينمو بإذن الله نعم أحسن الله ليكم وجزاكم الله خيرا معاني الشيخ هذا سأل يقول مع مقدم البرد هل لا تحدثتم عن أحكام المسح على الخفين باختصار والله يحفظكم ويرعاكم المسح على الخفين سنة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكرها إلا أهل البدع فإذا لبس الخفين على طهارة بعد كمال الطهارة وكانا ساترين لمحل المفروض ساترين لمحل المفروض مغطيان للكعب وما تحته فإنه يمسح عليهما المقيم يوم الليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها نعم أحسن الله ليكم وجزاكم الله خيرا معاني الشيخ هذا سأل يقول هل يجوز أن أخذ أجر على تعليم القرآن نعم لا بس تأخذ الأجر على تعليم القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولا سيما إذا كان محتاجا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كأنه يخصص هذا بالمعلم المحتاج مهما أمكن أنه لا يأخذ لا يأخذ أما إذا احتاج إلى هذا فيأخذ والحمد لله نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معاني الشيخ هذا سأل يقول متى يبدأ الغسل ليوم الجمعة بعد الفجر أو قبل يبدأ بداية النهار بداية النهار من طلوع الفجر وما بعد نعم وكل ما تأخر عند الذهاب إلى الجمعة عند الذهاب إلى الجمعة أفضل نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا هذا سأل يقول أحسن الله إليكم نقرأ في كتب العقائد وجوب البيعة للإمام المسلمين وكما ورد أن من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية فما معنى يا سماحة الشيخ ميتة جاهلية يعني يكون في خصلة من خصال الجاهلية لأن أهل الجاهلية هم الذين لا يخضعون لإمام ولا ينقادون لإمام فهذه صفة من صفات الجاهلية من مات مات وفي هذه الصفة نعم ثم قال في سؤاله الثاني معاني الشيخ نرجو منكم أن تبينوا لنا شيء من أحكام البيعة وشروطها وكيف تكون لولي الأمر هذه لها كتب مخصصة يا أخي ما يسعى الوقت الآن للي لكن إذا بايع المسلمون والبيعة ما هي بعامة لكل أحد لازم يبايع لا إذا بايع أهل الحل والعقد من المسلمين يكفون العلماء الأمراء القادة قادة الجهاد يكفون عن البقية لازم كل مسلم يبايع الصحابة ما بايع إلا أهل الحل والعقد منهم والبقية تبعوهم هذا هو الواجب نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معاني الشيخ هذا سأل أن يقول نحن نقيم في هذه البلاد فلمن تكون البيعة لولي أمر هذه البلاد أو لحاكمنا في بلادنا البلد الذي أنتم فيه تتبعون ولايته وهذا البلاد إذا قمتم فيها نعم تطيعون ولي أمرها وتتبعونها أما إذا خرجتم منها فتكون انتبع ولاياتكم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معاني الشيخ هذا سأل أن يقول هل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المخيمات التي نكون فيها والله يحفظكم ويرعاكم لا يجوز قام الصلاة الجمعة إلا بشرط الاستقرار شرط الاستقرار والإقامة الدائمة في بنيان جرت العادة به أما المسافرون وأما من كانوا في البر أو النازلون نزولا موقتا لا البوادي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تنزل في البراري تنزل على المياه حول المدينة ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين من شروط صحة الجمعة الاستيطان نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير معالي الشيخ هذه امرأة تقول متى نحتجب عن الصبي هل إذا بلغ أو ماذا إذا بلغ هذا واجب إذا بلغ هو آخر حد ولكن حتى إذا راهق وقارب البلوغ فالتحتج منه المرأة لأنهما ظنة الشهوة نعم وقالت في سؤالها الثاني أنها تتأثر من البرد من البرد جدا ولا تستطيع أن تتوضأ بالماء الدافي ولكنها لا تقدر على الغسل فماذا تفعل أفتون مأجورين يكون الماء بقدر ما تستطيع تفترها وتصخنها بقدر ما تستطيع وتستعمله لا يجب لها أن تعدل عن الماء مع وجوده والقدرة على استعماله شرطين وجود الماء والقدرة على استعماله هذا يجب استعمال الماء أما إذا فقد شرط فإنه يتهمل إذا كان الماء معدوما غير موجود إذا كان موجودا لكنه لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم إذا كان الماء موجودا ويستطيع استعماله لكنه لا يكفي لحاجته من طبخ وشرب وحاجة رفقته أو دوابه فإنه أيضا يتيمم نعم أحسن الله ليكم وجزاكم الله هذا سائل أن يقول عندي محل لبيع الأشريطة الدينية وأقوم بإنتاج الأناشيد الإسلامية وغيرها فما حكم بيعي هذا والله يحفظكم ويرعاكم الأناشيد الإسلامية لا تبعها ما هناك أناشيد إسلامية هذه أناشيد أغانية أخي قل أناشيده بس لا تقول إسلامية ما في الإسلام أناشيد الإسلام ما فيها أناشيد هذا اسم محدث والأناشيد الغالب عليها إما أن تكون للصوفية أنهم يتعبدون بالأناشيد وإما أن تكون للحزبيين حزبيين الذين لهم مناهج خاصة ويشجعون أتباعهم بهذه الأناشيد على متابعتهم لا يشعار إما للصوفية وإما للحزبيين نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معالي الشيخ هذا سألني يقول بما أنني دفعت للتأمين فكيف هل أستفيد منه أو أتركه لا تستفيد منه لا تدفعه إذا أمكنك ما تدفعه لا تدفعه لكن إذا قررت إلى دفعه ادفعه على أنه ضريبة ولا تستفيد منه قم بحوائجك وما يلزمك من مالك يا أخي لا تأخذ من أموال الناس لأن التأمينات هذه من أموال الناس مهم مهم من مالك من أموال الناس ولا تأخذها نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ هذا سأل يقول ما معنى ونرجو تفسير معنى الحديث اصبروا حتى تلقوني على الحول اصبروا على الأثرة قال إنكم ستلقون أثرة قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون أثرة يعني بالمال استئثار بالمال اصبروا ولا تنازعوا ولي الأمر عند ذلك حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا معاني الشيخ هذا سأل يقول بأي كتب العقيدة يبتدأ طالب العلم المبتدئ المختصرات والعالم الذي يدرسه هو الذي يحدد له الكتاب أو المختصر المناسب نعم